العين بيخرج من قط العمليات مفيش شاشة على العين شايف بدلاً ما المريض يأخذ حقنا بنتعامل بأطرة بس اتشافته في نص المرض يبقى فقط نص العصب اتشافته في آخر المرض يبقى فقط العصب و زي ما هتقول كده انتهى أهلاً وسهلاً بكم أنا عشام حبيب و إحنا في ميديكا زوام بودكاست برحب الدكتور كريم مجدي زكتش أنا أعرف نفسي بقى أنا كريم مجدي أستاذ مخصصي على الطب و جراحة العيون و زميل كليت الجراحين الملكية في جلاسجو قلت عشان نعفر عليك كل مرة إيه مثل مرة إنت و مرة أنا اتشرفنا بي جداً زكتش احباً من أستنى حضرتك من كل إلقاء حبيبي يعني أنا مجاي مخصوص و مبسوط إن أنا أقاب لك النهاردة احنا اتشرفنا جداً بحضرتك احكي لي عندك النهاردة اهه خلينا نسأل أسئلة اللي بتسيل كتير من المرضى و حاجة صراحة حساسة شوية هي العين المخروطية اهه دي مشكلة كبيرة عند ناس و في ناس كتير بيشوفون يعني فيه دا كثرة أنا عرفت من بعض أصدقائي بيخلوهم يفقدوا الأمل في علاج المشكلة دي لا هونش الدرجة تفقدان الأمل بس هو برضو دي من الحاجات اللي لازم يبعدنا وعي لها لأنه الاكتشاف المبكر هيفرق كتير جداً في النتيجة هي في كل المراحل بتاعتها ليه علاج و في كل المراحل العلاج مردي بس كل شوية من صعب على نفسها المشكلة القرنية المخروطية مؤخراً ابتدينا نسمع عنها كتير لأسباب أول حاجة انه بقى عندنا وسائل أكتر للتشخيص فبقينا ناخد بالنا الموضوع الحاجة الثانية مع كتر الناس اللي بتعمل لازج ابتدينا ناس كتير نعملها فحوصات القرنية وبالتالي ابتدينا نكتشف المرض دا بدري وفيه في الآخر ناس مكانش مفروض يعملوا ليزج وعملوا ليزج بالغلط او متوصف لهمش للطريقة الصح وبالتالي دخلوا فيه موضوع زي القرنية المخروطية آن كان يعني ايه قرنية مخروطية؟ القرنية المخروطية معناها انه الأنسجة الطبيعية بتاعت القرنية هي الشندة على نفسها تبقى متراهلة هيبتدي زي ما واحد يطلع له كرش القرنية بتاعتنا يطلع لها كرش تبروز لبر طيب مشكلتها ايه بقى انه اول ما تبروز كده تبقى الصورة مش كويسة زي لما تخش الملاهي يفاكر زمان كان فيه القوضة بتاعت المرايات تبقى الصورة منبعجة ليه؟ لانه المراهية مش عدلة ونفس الكلام لما القرنية بتاعتي ما تبقاش مدورة كفاية تبتدي الصورة تبقى مش كويسة فبتدي النظر يقللي شوية شوية الحاجة التانية انه المرض ده ما بيزبتش فيه ضغط من العين جوه ضغط من السائل تعالعين ويبتدي كل شوية قرنين فنظري ضعيف وعمال يقل انا اكتشف ازاي او انا كدكتور اهل فتنظري ازاي واحد ما كانش بيلبس ندارة فجأة على 18-19 سنة بقى اكتشفنا ان هو محتاج يلبس ندارة هو ايه اللي جابه فجأة كده او واحد كان بيلبس ندارة وفجأة المسات ابتدت تتغير او ابتدى بالندارة او احسن حاجة ما يشوفي فالعاجات دي كلها لازم تلفت نظرنا انه بيها غلط وبالتشخيط سارجة هنروح نقوله من فضلك هتعملي حاجة اسمها تصوير القرنية تصوير القرنية ده هيقولي هل اللي احنا فيه ده طبيعي ولا بعد الشر قرنية مخبوطة تاني الاكتشاف المبكر هنحطونا في حتة تانية قالص دكتور بادرا اكتشاف ده ازاي يعني هل مثلا بشوف صورة منبعجة بشكل ما ولا بيبان في صورة ضعف نظر بس او بس الشكل تبطيقى اكتر بالليل يعني يبطيقى يقول انا بالليل كده وانا سايق ببقى الصورة مش واضح او بطيقى اشوف انوار العربيات زي شعاع طولة منبعجة ده غير العاشة الليدي اه اه لا ده غير العاشة الليدي ده حاجة زي انت لما تشوف كده صورة بباكسيلة ده عاشة الليدي ما يشوف شو برس الاسر ده يبطيقى يلفت نظر انو فيه حاجة غريبة او يلفت نظر المريض المريض برضو تاني ده حاجات لازم يبقى عنده وعي قد كاترة بنزود الوعي عندهم انما كمان المريض لازم يبقى الموضوع ده فهو ده الشكوى انما التشخيص سارجي اشعة على القرانية المخددية او اشعة قرانية في دقيقة واحدة بتتعامل صورة بتتاخذ بتدينا كل البيانات فنعره فزي ما قولنا لو اكتشفنا بدل بنامال حاجة بسيطة جدا اسمها تثبيت القرانية طيب لو استنينا عبال ما القرانية بيت متهدلة وعملة زي الكرشة طيب انا عندي كرشة عاملنه ايه؟ عاملت زي حاجات شد زي شد بر فمنتركب حلقات في القرانية الليدي عامل زي السوسة بتفرد قرانية بدل ما هي مترهيلة تفرد تفرد وبعد كده نبقى نعمل ايه؟ التثبيت عشان نوقف الوضع على ما هو عليه اخر حاجة بقى انا استنيت خالص ولا نفعل تثبيت ولا نفعل احلاقات بنخش المرحلة الأخيرة اسمها ترقيع قرانية نتيجتها كويسة عملية حلوة خالص بس ليه نلجأ لها؟ ياريت ايه؟ نكتشف بدري عشان ما نوصلش معها هنلجأ لها ونبقى مضطرين لو الحالة متأخيرة متأخيرة مش هينفع معي بقى ولا تثبيت ولا حلقات بالوضع اسوأ من كده هنطرى غاير قرانية قرانية الطبيعية بتاعتنا دي غالية جدا ده بيبقى يعني طبعاً مش عارفت طبياً ده بيكون ازاي؟ بس هل ده بيكون مثلاً نوع من أنواع القطع القرانية القديمة وبيبقى تثبيت قرانية جديدة؟ نعمل زي بقى تثبيت قرانية القديمة ونركب جديدة مكانها زي بصبت المتغير المغرب تحت الساعة تشيله وتحطها هيا عملاية كوالية سهلة بس بتحط لعيان قطيته في نقلة تانية في طريقة عيشته وحياته ويعني تابع لمنة سهلة قصة متايبة شوية بس خلدينا يبدو يبقى كنوع من أنواع الأمل لو حد تأخر في التشقيص طبعاً نحن نقول دايماً الوقاية خير من عليك بس لو حد تأخر في التشقيص لأسباب ما ما كانش مكتشف ما كانش يعرف ظروف ما كانش نخليه يعرف يعمل ده خلنا نقول لي فيه أمل لحد آخر اللحظة بالضبط يتش كل حاجة ليها عليك بل يعني مش هتوقف بس هلأ كمان؟ 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 دي بنشوفها كتير جداً في مرضى القرانية المخطابة القرانية المخطابة من الحاجات إنه حدود العلاج مختلفة يعني إيه؟ يعني فيه دكتور يقول لك تثبيت دكتور يقول لك حلقات تثبيت وحلقات أو حلقات يعني مختلفة أو ممكن يعمل ليزر وتثبيت فيه حاجات كتيرة جداً من الحاجات إنه اختلاف الأطباء فيها ورد مش معناها إنه ده صح وده غرط معناها إنه أنا بإيدي التكنيج ده بيجيب نتيجة أنا مفضله لعيان بتاعي فيه غيري بيستخدم طريقة تانية وتجيب نتيجة إنه بيعمل بلبلة كتيرة جداً للمريدي يقول لي أنا راحت الدكتور واثنين وثلاثة وكل واحد الرأي أنتم مش عارفين شغلهم لأ أولا ده صح وده صح وده صح بس اللي بينفع في إيد ده مش شرط يجيب نتيجة في إيد ده أنا خبرتي إنه السكة دي هتوصلها دكتور هلذا بيكون اختلاف في ترتيب العلاج يعني بنعمل حاجة قبل حاجة ولا أصلاً طريقة العلاج مختلفة اللي اتنين يعني فيه ناس تعمل زي ما قد أتحك فيه ناس تعمل ليزر وفيه ناس تقول لك لا ليزر ده ممنوع تماماً ممنوع على الكرانية المخروطية نظب نظب يعني الطب اللي مبني على دليل دليل يعني ايه؟ يعني أنا عملت 100 حالة ونشرت الكلام ده في بحث في جريدة طبية أو مجلة طبية واحترمة بتقول إنه النتائج دي 1-2-3 بتجيب نتيجة فأنا كنكتور أشوف المرجع ده والمرجع ده والمرجع ده الطريقة دي مناسبة بالنسبالي وأنا معرف عملها الرجع دي مناسبة بالنسبالي فأدي من الحتة الطب اللي هي فيها حتة رماضي ففيش خط واضح إنه 1-2-3 هكيا دكتور كريم بتفضل طريقة معينة يعني ولا بتفضل كيس باي كيس يعني حسب حالة المريض حسب ظروفه حسب صحته حسب فعلاً هو جاي في أي مرحلة وحسب إحتياجاته يعني إيه؟ نعم شاب صغير عايز يسوق ويخرج ويهو اكتف غير واحدة قاعدة في البيت ست بيت في منطقة ريفية كل احتياجها ان هي يا نوبك تقضي مشاويرها فالاختيار مبني على احتياجي انا والحالة اللي انا فيها نقدر نختار يعني مفيش خطوط واضحة مين دا هتقول له ايه وده تقول له ايه من انا دا نقول له كيس باي كيس او يعني حالة بحالة الحاجة دي بقصة هي بتعمل بلبلة للعين اش معنى ايه او مش معنى قريبا قلت له تعمل تثبيت وانت جاي النهاردة تقول لي حالات دايما دايما مقارنات والمقارنات دي بتحطينا في المشكلة اللي بتحصل على طول ان انا اخد الدواء اللي حد تاني يرتاح عليها طبعا دي مشكلة كبيرة جدا مش نفسها مش نفسها دكتور من القرونية ومن ترقيق القرونية المخروطية يعني لزراعة العدسة اه ايه الحالات اللي بتحتاج زراعة العدسة وايه قطولة العملية اه ولا هي خالة العملية خاطرة يعني عشان كده في ناس كده بخاف منها ولا هي عملية لو في كيس معينة او في حالة معينة محتاجاها فبتكون عملية مطمئنة جدا موسيتش دلوقتي في ناس كتيرة جدا عندها مسات عالية جدا او في ناس عندها مشاكل في القرونية انه يفضل ان احنا ما نقربش منها ونفسهم في نفس الوقتي قلعهم من الدار الناس دول مؤخرا بقى فيه علاسات كتيرة نقدر نزرح جوه العين في حالة المشكلة دي وانت لو تاخد رأيي انا هفضل ده عن الليزك ليه؟ الليزك غيرنا في شكل العين الليزك غيرنا في حالة انما دي احنا مجرد حقنا والعملية دلوقتي الحقيقة ام اعملها ببنج اطرة عملية بتاخد دقيقتين بالظبط على الساعة بمئة وعشرين سانية والعين بيخرج شايف بعينه يخرج شوق عربيته العين فسهلة جدا بس فيها منيزة بقى غير القصة انها سهلة يعني ايه؟ العين ببساطة ايه سبب العين زي الميراته قالت له لا ايا اعمل انا عارزك بتضرره واخدش عجبه نقدر نخش نشيلها بمنتهى السهولة ويضر ما دخل اكشار فميزة ان العملية تبقى ريفيرسبل دي كويسة الليزك ده خلاص نعمله لازم اخد قراري الصح عشان العين طيب يقوصوا محفوش خط راجع انما زرع الساد ده فهو اجراء جميل جدا ريفيرسبل يجيب نتاج حلوة جدا لا تقل عن مستوى الليزك ليه ارضية قوية جدا لكى الناس المنفعش معهم الليزك عيبه الوحيد من ظروف انه هو تكلفته اعلى شوية انما لو تسألني لا نفضله طبعا ايه حاجة بتقول هي بتبقى حق يعني العدسة نفسها بتكون حق مثلا مادة جليتينية او حاجة اه هي العدسة بتبقى حاجة شفافة جدا زي العدسات الاسقلة زي العدسات الاسقلة اسمها ICL intra camera lens فالعدسات دي بتبرم زي محن صغير جدا وبتتحقن تفرد نفسها وصاد العدسة الطباية بتاعت الاين فيبقى العدسة الطباية بتاعت الاين اللي موجودة عندي بتستاعدني في القراءة والعدسة الجديدة اللي حطتها دي خليه تشوف من بعيد فشوف من بعيد ومن قريب من غير اي حاجة فزي ما قدتلك هي عملية بزبط يبقى تحين تحت الطبقة الزجاجية اللي موجودة عندي تحت النني بتاعلي هو الحتة البني بحيث انه ما تبنش يعني العدسات القديمة ودي لسه ليها مكان دلوقتي في العمليات بس دي لو بصيت كده ممكن تشوفها العدسة الجديدة دي من ICL دي ما تبنش خطة ما تبنش يعني حتى لو قركت مش هم تبنش يعني حتى لو هي من لونها مش هتبنش اه دي كنت هسأ أخلاك عليها وتبعا ديها نحيانا سمعته من قطر من قطر اللي هي فيها نسبة خطورة طبعا خطورة عالية جدا ثاني احنا في كل المقابلات بنتكلم على ريسك بانرفيت طب انا نفسي عيني تبقى لونها مختلف عن 6 لصق ملونة حلو خاطص انما ان انا احط ألعب جوه العين بحاجة تجميلية بالدرجات دي لا احنا بنحتمل خطورة قد تصل الى فقدان البصر الناس في قضاء البصر تبقى العين مؤلمة يعني بتشايف بيها وكمان بتوجعها فانما تشايف الحقيقة اي سبب يخليني اخد مخاطرة زيتي صحة يعني صعبة جدا خصوصا في بديل حتى العدسة اللاصفة يعني بضبط يعني معا ما حصلت مش تحصل منها مش شاكت زي اللي بتحصل منها وان كانت متفضلش برضو كل يوم كي ناس تعتد عليها طبعا كل يوم لكن هي متفضلش يعني كل يوم يعني بقى يعني احنا في المكتبع مهم جدا بمظهر وكدا والناس من حقها من حقك ان انت تقول طبعا نفسي بقى كده اتغير انت حر طالما في الحدود المقولة طالما تحت اشراف تبقى مش مشكلة بس حضرتك لفات النظري لنقطة يمكن حضرتك من طلال تتكلم عن النقطة دي وهي فكرة التخدير طبعا في تخدير بالقطرة وفي تخدير الحقنة يعني يمكن حضرتك تتكلمنا عكتر في النقطة دي احنا بالي يمكن دلوقتي خمس ست سنين نقلت تخدير العمليات بتاعت المية البيضة وزارة العساعد كله بدل ما المريض ياخد حقنة بنتعامل بقطرة بس القطرة دي فيها مميزات كتير اكي اولا وقت العملية بيبقى اقل ثانيا مخاطر الحقنة بس مخاطر الحقنة بس مخاطر الحقنة تبقى مش موجودة الناس اللي بياخدوا أدوية سيولة يعانين مثلا اعلى من الوقت البيضة دي بتيجي الناس كبيرة والدي بي عنده مشكلة في القلب او اي مشكلة تانية مضطر ياخد دواء السيولة لما بدي بنجح حقنة لازم اقل دواء السيولة لما بدي بنجح أطرة خناصة مش موجودة امشي الادوية بتاعتك عادية ونقدر نعملها الحاجة يمكن الحلوة جدا والمهمة جدا ان العين بيخرج من قط العمليات مفيش شاشة على عينه شايف اه دي مش ميزة قوي لحد عنده عنين الاتنين بس بعض المرضى بتاعنا بيبقوا عندهم بعين لأي سبب حصل فيها مشكلة لما بتشوفه بيبقى هو اعتماده على عين واحدة لما اجي انا بقى ادي له بنج واخرجه هو بغطي عينه اربع ساعات من الرعب والعذاب من الزات لو العين الاولية حصل له مشكلة بالعملية لما يخرج وهو شايف اولا ان هو مش محتاج حد يسنده هو خارج عارف احساسه تاني حاجة انه ما عندوش الرعب بتاعه ايه النتيجة هتحصل لها ان تعرف النتيجة عليها اخر حاجة بيبقى بتبقى ممتاع للجراح انه ساعات بيجي عيانه وانها بنشوفها في السيدة العيان نتيجة الاهمال وعدم الوعي استنى لغاية لما الماء البداية ما مستواجد فهو داخل مش شايف بعنين ليتين مسحوم مفاهم؟ وتيجي تشارل الماء البداية بقى خارج فجأة حاجة محروف منها بقاله سنين وفجأة شايف انت لا تتخيل كم من ابهار انه انه ما كنتش شايف وفجأة بقى شايف وفجأة بقى شايف وشايف ناس وشايف مليات مين وشايف حاجات يعني العيانين دول لما بيخشوا مش كتر ان هو يمعدوا لعينتين بس لما بيحصل عيان زي كده بيبقى مصدر بهجة في قط العمليات صدقني العيان بيبقى خارج عاوز يبوس كل حد وداول كتر اذا انا شايف لا دعمة كبيرة فديده هتطور جامل جدا وبيفرق كتير جدا دكتور الحقيقة فعلا حضرتك من التكاثرة القضاء اللي بتشتغل بطريقة دي بتشتغل بطريقة الأطرق أقدر أو بتقدر الأطرق وإن كان ممكن هكت إن كيس في حالة معينة ممكن الحقوق نلجأ الحقوق النام ببينها هكذا موجودة ونقدر نلجأ لها فكرة التفضيل للأطرق حتى نفسيا على نفسية المريض الخوف طبعا حسنا بخد حقوقنا في عنايا دي حاجة مؤلمة يعني مصدر زمت الرول الاثنين موجودين بس يعني لو حسبنا لأ معظم العين المتوعي بياخدوا البنج إم تبقى بدي البنج الحقوق في عينة داخل قلقان خايفة مش متطمن في الآخر حاجة نفسية لو أنت خايف ما عملنا لك إيه مش هتبقى طول ما أنت متطمن بالعكس أنا بقول لعيان نحن داخلين ونقضي وقت حلو مع بعض هنتكلم نهزر نشغل مزيكة في قطة العمليات فتبقى التجربة بغير إنه هو يخش تدخل عملية عمق نفسي وأنا دايما بحب أنه أفكر في الجانب ده فأحط نفسي ناحية العيان وأنا كنت أحب أنه الناس تعملني إزاي صحيح من الجانب النفسي طبعا للعيان؟ طبطب على إيه أو أحس أن أنا الآن ماشي في قطة طرقة العمليات شايف الناس قاعدة وكل واحد أحسنه يعني إيه؟ هيخدوه الدبح من الخوف هيكلمة عملية أصلا عمتا بتخوى حتى لحد أريد أن أتخوى بتخوى قدير حكي لك قصة عندك وقت؟ عندي وقت عندي عيانة جات لي عندها ثمانين سنة قصة دي بقالها عشر سنين كانت عندها ثمانين سنة كشفنا حركة عندك مياه بيضاء يلا نعملها قالها عيش عندما عيشت أربع سنين وجات لي عندها أربعة ثمانين سنة يبص أنا شاكي قاعدة شايف لي بطولها يلا نعملها قامت العملاء الأولى والتالية وبعين لقيتها جاية في لسة الشرق مبسوطة جدا وجايبالي هدية عبارة عن سلسلة مفاتيح خرز وزي لوحة كده هتلتها في الآيدة عندي أيها دكتورة؟ أيها دكتورة بالمناسبة؟ أيها دكتورة الهكاية؟ قالت لي أنا كنت بشتغل بالخرز وكان بقالي سنين بأمراس الألوان فكنت وقف أشوف فجأة ليه تاني أشوف الدنيا بالألوان فرجعت أعمل فأول حاجة عملتها قلت أعملها لك القوي في القصة أنه كان عندي ناس كانت معتالي بقى ناس قريبا أخصلي بقى لعشر سنين فبيقولي الدكتورة فولينا بتسلم عليه نعم من عشر سنين يعني يعني تسعين يعني تسعين سنة كده يعني أه فلن تفرف الحال نفسي يعني صح يعني يعيش يوم يعني يعيش يوم يشوفه يستعين لك تشوفه مبسوط أنا بقول أنت هتعمل حاجة هتفرف حياتك تخليك تشوف الدنيا اتش دي فيه 8K و 16K لا اشتغل معنا شوي دكتور إحنا عندنا في مصر بقى فيه وعي بشكل كبير جدا دايما بنسعى حتى إحنا كميديكا زون بنسعى أن نلقى فيه وعي عند المرضى عند الناس بشكل عام وننشر الوعي ده عن طريق الفيديو عشان يوصل لكل حتة الاسترحاد الدنيا هناك ناس بشعرف ماهو المية البيضة و ماهو المية الزرق وهو اسمها بيضة عشان يبلونها أبيض اسمها زرق عشان يبلونها زرق ايه خطورة ده ده هل فيه حاجة ممكن نصبر عليها حاجة لأ دي حاجة مهمة جدا أول سوء عندنا جميل جدا إيه الفرق بالمية البيضة واللي اسمها مية بيضة واللي اسمها مية زرق استغرق ان الأمراض ده معروفة من أيام الإغريق والمصري القدماء يعني في المعابد في موصوف عمليات في إزالة المياه البيضة وهي البيضة اسمها بالإنجليزي لو حد يسمع كاتراكت ولو حد راح أسوان بالضبط لبقى المياه بتبقى متعكرة فهما بصوا في عين المريض لقيوا شيئا بيضا فقال لك هذا مثل كاتراكت كاتراكت او المياه البيضة تسمية على ايه؟ بالشلال طب المياه الزرق هذا برضو بنعمل غريق المياه الزرق مع الوقت تعمل رشح بقرارية بقرارية تبقى شكلها مزرقة فشافها قال لك اه دي اسمها مياه زرق نحن ملوشه الله خبق بالمرض المرض الفعلي المياه البيضة اسمها عتامة في العدسة يعني العدسة الطبيعية اللي احنا بنشوف بها مع الوقت تسمى اي حاجة في جسمينا ما بتبقاش بتفنكشن تمام هي ما بتشغلش كويس ما بتشغلش كويس ازاي؟ بدل مشفافة تبتدي يتبقى ايه؟ مغمأة شوية شوية ودي مره ممكن نتكلم لها انواع كتيرة تخلينا كل عرض مختلف التاني بس كلهم يندرجوا تحت المياه البيضة عتامة العدسة يعني ممكن نتكلم برضو سريعا عشان برضو يبقى عندها ان شاء الله برضو وبعد كده انتكلم ونقولت اجيلك مرة تاني انت لازم احنا نجينا مرة تاني المياه الزرق بقى ده مرض خطير جدا المياه الزرق ده معناه ارتفاع في ضغط العين وده اسمها الكولوكومة ده مرض بيؤدي بعد الشرق الى العمل نعم المياه البيضة عملناها النهاردة عملناها بكرة عملناها بعد سنة يمكن دينا عملية الوحيدة بالجسم ان لما نعملها نرجع زي ما كنا ايه اطفال صبيري ملأة خسر ماشي دي اعتقد دينا عملية مفضلة لخضرتك دي احلى حد مقلوب دي الفاكهة بتاعت العملية هي اسمها فيكو وانا مقلوب قدنا كم فاكهة النهاردة فواكهة الفواكهة الحلوة بتاعتي مياه الزرق على بقى العكس ارتفاع في ضغط العين يؤدي الى دمور تدريجي في عصب العين يصل في النهاية الى فقدان البصر يعني ايه دمور؟ يعني يموت يعني اللي بيموت ما نقدرش نرجعه يعني انا اكتشفته في اول المرض هعالجه يبقى كويس اكتشفته في نص المرض يبقى فقط نص العصب اكتشفته في اخر المرض يبقى فقد العصب وزي ما حقولت كده امتهى المياه الزرقه الركومة تكتشفها بدري بان احنا نعمل تبع دوريه وانه الطبيب يبقى عنده وعي انه يبص عليها انا مش هلاقيها غير لو دورت عليها مش هتبقى باينة فيش اي حاجة في العيان الاحمرار ولا وجع طبيب نفسه ما عندهوش اي حساس ما يعرفش اي حاجة اسمه حرامي البصر ما يعرفش فالدكتور هو اللي هيدور حرامي البصر حرامي البصر اللي بتوقف اصلي مش عارف ايه اصلي استنى لا هي عملية عملية خلاص وهي عملية سهلة طبعا بيت اسهل بكتير كمان من زمان الاجهزة بيتحديثة جدا تساعدنا خلاص يعني التدريب خلاص لو احنا نتكلم على عدد عمليات بتتعمل فممكن مثلا في يوم نعمل خمسين ستين سبعين عملية لسه عملية كانت في مخلوق قافلة كنت لسه في قافلة في اسبعالية وعملت في يوم واحد سبعين طبعا صحيح الطائم كان يعني بس هو يوم عمليات المائل رقم مرعب يعني سبعين عملية في يوم واحد رقم مرعب ايه بس عمز اقولك بقى انه هي عشان بتخلص بسرعة احنا العملية بتاخد كم ازاي تقريبا فبتحس انه اليوم ماشي العين نقالين مازيكا بنحذر كل كمعين ناخد وقت بريك نجد التعييم القوض ونظبط الدنيا ونتكلم فتحس انه على الرغم الكاترة بس في الاخر يوم ممتع شيء مؤثر جدا ان كان فيه سبعين واحد عندهم مشكلة وعندهم نوع من العتامة كماية بيضة وفي اليوم ده يروح يعني انا عرفت حدق بتحب المهنة دي يعني انا كنت عايز اكلم حدق ودي ممكن نتكلم فيها في الاخر حب حضرتك واختيار حضرتك بالتخصص ده يعني ده انت بتأثر مش بتأثر في حياة انسان بتأثر في رؤية الانسان للدنيا للاشياء دي متعة ما بعدها متعة لان انت تحس انه هينجا الداخل وخرج شايف الدنيا بطريقة مختلفة هزا اقولك دي بتمناك قد صحيح لا تجربة مختلفة ويمكن دي بتبان اكتر في المياه البيضة لانه المياه البيضة زي ما قلت لك هيرجع زي ما كانوا سريعة وتأثرها قوي جدا وملخوص من تاني يوم خلاص انت ترجع تغسر وشك تتوضى تصلي تاكل تسوق اشتغل تمسك الموبايل عادي خالص تاني يوم فاقا ايش حاجة نفهتنا تسرجع يعني بجد احنا لكل حد وكان خايف يخاف من العمليات كفكرة او خايف من عمليات كفكرة او خايف من عمليات كفكرة تحديدا انا شايف ده التفكير الخاطئ يقولك انا معملش عملية في عناية بس مش تامل عملية في عناك وتفضل طول حياتك كده وممكن الحالة تسوق انت ليه تستنى يعني تصول ان احنا الحمدلله ربنا يعني دهنا العلم يعني وصلنا زي ما حالك تقول بها جهزة حديثة وتطور يعني خدينا ليه لا هو بس يعني متوارث عندنا لانه زي ما دي عملية كانت صعبة فكان يقولك ايه ممكن تسمع القصة دي انا مش هعمل غير لبالما هي تستوي ماذا لا ما هسمعش صراحة ده كان زي ما دي عملية لانه زي ما قلنا العملية كانت تعمل ايام القدماء المصريين بس العملية دي كان زمان لها نزمة مخاطرة عليها جدا فكان لازم ينتظر لغاية لما لانت بقى مظلمة خالص قبل ما يتصرف عشان يقولك ايه ضربه الاعور على العين وقاله باي سواء الهاردة زي ما حالك قلت بقى التطور في العمليات وفي العدسات وفي التقنيات اللي منستعملها خلال الموضوع سهل لدرجة انه مجرد عيان جاي يشتكي من شوية غباشة وشايف ستة ستة بنقدر نعملها اه شايف ستة ستة بس قصة مش حلوة قصة مش بس شايف قدي ايه لا انا شايف حلوة ولا لا فحتى لو انت مش شايف قوتي حلوة شايف ستة ستة اه هنعملها لانه دي حاجة مقافة حياتك انت منحق تستمتع بحياتك صح يعني مش انا بقى اكتر من السيدة والدكتور يعني اللي كانت عندها 80 و 84 سنة سفيا انت لو انا ده ما ابدأي في الحياة صراحة لو اوليك يوم واحد في حياتك عيشه مبسوط انا بزرع انا بحاجة تقولك انه فيه ناس كتيرة بيجي لها اكتئاب وهو مش مدرق هو النازر عمالي يقل شوية شايف هو مش فاهم ليه اللي بيحصل بس عارف انه هو مش كده وبيبقى اخضر بقى في الناس الكبيرة ليه هنا فيه انواع من المياه تخليك لو الدنيا الاداقة مش كويسة انت مش شايف ممكن في قوضة زي كده تبقى شايف حلو تفرج على تليميزين دي بقى قول بس لو الاداقة خفتة تبقى مش شايف كويسة فكتير من الناس اللي هم كبار سن ممكن يقوموا بالليل علشان عاوز يروح على التوالات عاوز يعمل حاجة مش عارف ايه فيبقى الاداقة ضعيفة وهو عنده مياه بيضاء يمشي ياخدش باله من سجادة ما ياخدش باله من سلمة ويتكعمل ويبقى فيه مشاكل بعد الشهر انه يحصل ممكن يحصل الكسر يحصل المشكلة وليه حالة صعبة ليه تستنى على نفسك ويتاخد من الخاطر لما خصوصا الموضوع أبسط ما يكون موضوع يعني اذا احنا قلت دقيق أبسط ما يكون تجربة علمة طبع طبع تغير حياتي سبعين عملية في اليوم يعني هكذا بتكلم في هو بالنسبة له يجي خمس دقيق هتغيروا حياته احنا بنتكلم على من خمسة لسبعة حالات في استحفر ممكن تشغل اصبر ده الهم السماء ده الوقت بتاع العملية كل حاجة بتاخد حقاها بس هو الوقت بيفرق امتى بيه كتير من العين بتاعنا ما يقدرش نمع على ظهر وفترة طويلة عنده كارشة نفر عنده خوف من الأماكن المغلاقة احنا منغطي الوش عشان تعييب فما يقدرش نازم نرفع له ظهر فميزة ان انت تبقى تعمل فيه كتير كده ان انت بقى كل مرة تقدر تصرع السيكة تصرع السيكة بالخطوة دي فتقدر تعدي بالناس دول من غير ما يبقوا بالدقيق الناس دول كانوا لازم يعنون بين كل مشاكل فلا تقدر تتعمل فهو مش سبق بس الوقت بيفرق هممكن دوتو ان نقول سريعا فكتولي فيه انواع ممكن ولا اخت ممكن ولا سريعا حتى وندخل في تفاصيل تانية بعد دي اه بوس بقى هو الناس تحط الماء البينة كلها في صندوق واحد لا الماء البينة مش كلها واحد الماء البينة انواع فيه انواع تخليك شايف ستة ستة إنما الدنيا كلاودي شايف كان فيه غبارة كان النظارة بتاعتك مش نيفة وعاوز تمسحها كل شوية وفيه نوع تاني يخليه الرؤية ضمابية يعني كل حاجة شايفها بس وده يمكن اكتر نوع بيأثر في العيان وبيجي على طول حتى لو الماء قليلة العيان ده بيشتكي على طول ده الزول بيبقوا في الشمس بيضايقوا بيبقوا بالليل كل ما يكون يضاع عليه على الطاقة في عينين بتخليه يأتي عتمة اكتر بزرط لانه هو فعلا نعمل زي الناس المصنفر فكلما النور يبقى جامد تبقى انعكاس الأشعة جوه العين بطلقبت الصورة في العين ودول زي ما قال حاجة دول بيجوا بدري وبيعملوا بدري المشكلة في النوعين التانية اللي هو النوع اللي يخليك شايف الدنيا مش ضببه في فج كده قدامك او شمبورة والنوع التاني بيجي نتيجة عتمة في مركز العرصة ونبي يخليها بني تبني يعني كانك لمسة قدار الشمس تبقى الصبح وفي الشمس الدنيا حالوة في اضاءة كده كويسة الدنيا تظهر كده بالليل تيجي بقى بالليل تبطل تسوق بالليل بالليل لازم تبقى اضاءة جامدة عشان تعرف تمشي في البيت انا مش عارفة امش في الشارع حتى دول اكتر الناس بيكتائموا لانه هو متخيل اللي هو شايف كويس ومش عارف ان هو فقط جزء جيد جدا من الاضاءة اللي داخل العين ممش شوفش بيها فهو دول بيختصر لتنة انواع مش كل الناس عندهم ما بينك وانهم عندهم مفس الشكل ده الشك وانا غير ده انا غير ده ولما ييجي العيان بشرح له حالك عندك النوع الفلاني انده اعمل لك واحد اتنين ثلاثة فيقولي اه لما العين بيقولي اه ما اقوله طب يالله احنا محتاجين قبلي ساعات اقول العين بحرك عندك المية البدن فلانية دي اعراض المية البدن فلانية ان انت هتبقى وانت ساق بالليل شايف شعاع وانت خارج في الشمس مش شايف وانت بتكتب مش شايف فاحس ان العين تردد فافعل المية البدن دي لسه ما وصلتش المرحلة هي تأثر علي أثرت عليك فرار يالله عملية سهلة مش تاخد وقت مش مؤثر مفيش مشكلة بس كل اربع شهور تعالى نتقابل نتطمن الدنيا ما بتزدش ايه دكتور جدا مستفيد جدا من حضرتك انا يا حبيب اعرف زي ما قلت حاجة ليه حفظك كثرت طب وجراحة العين بس 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 انت اه لو سألتني اكتر حاجة ما حيب اعملها ايه في الدنيا هو شوك لنا هو دي مشبعة جدا ليه بقى؟ لانه انت عند الجانب طبي الجراح بيشوف يصقص البيئة طب دكتور البطنة بيشغل مخبو يحط معلومة جم معلومة جم معلومة عشان يوصل لتصور وهيحط خطة علاج المراج فدكتور العين بقى عنده الاتنين انا قاعد في العينة بتاعتي باشوف امراض واشخص وابدي علاج وعندي استمتاع تام ان انا اتابع المريض بتاعه يبقى فيه علاقة شخصية بيني وبين المريض قد ما بعض وفي نفس الوقت عندك عمليات نتيجها تحس بيها على طول ما كنت شايف بيت شايف وانت بلبس نضارة وفجأة انا قاعد على البحر ومجري وبلعب من غير نضارة ومبسوط فكمان مش بس تعمل عمليات لده انت بتعمل عمليات بتأثر في حياة البني ادم بيت شايف صراحة فيه كلمة حالك قلتها اشعرتني ما كنت شايف بيت شايف دي حاجة مرائبة لا لا دي نعمة قوية جدا فعلا لازم مرة يبقى كده وانتفرج الإحساس هتشوف ده كل مرة بتشوف يعنيهم كل مرة ازاي حالتهم النفسية تتغير ازاي حياتهم تتغير قد نوعتي يمكن مفيش ناس كتيرة بيستنوا علماية لما تستوي كده بس في الصعيد بيبقى فيه حاجات كتيرة كده بس متحس بس كمان برضو دي فرصة ان انت تحس قدين انت صغير ونير وتحس انه كل مرة بتخش حاجة كده بتقوي علاقتك بربنا طبع انه انت كباليانا مضعيف وانه نعم ربنا علينا كتيرة جدا انه نقدر يدينا الحاجة دي صح الله صح اه و لما تشوف التشريح وكده لا لا الشغلانا ممتعة جدا يعني بتحس انه لا انت بتشبع على كذا مجال وانا صح الله مش عاوز حاجة بس كده انا عندي حاجة حلوة حاجة انه اي كان في الوصف يعني بطبيعة شغلي بريد يعني عندي فرصة ان انا احتاج بدا كاترة لسه في سنة 4 ودا كاترة امتياز ونواب ونس ازار وعندك اشباع تاني بقى بره قصة الطب ان انت بتحس ان انت بتسيب بصمة بالناس انه لا الناس دي بكرة تطلع دكتور يمكن اللي في سنة 4 ده مش شرط كلهم يطلعوا دكتر ترامد اغلبهم مش هطلعوا بس بتسيب بصمة بطريق تفكيرهم وطريق تعاملهم مع الدنيا والطب انه كتير جدا بيجي ناس كانوا وكده دكتور خليمي مش فاكرنا احنا كنا مع حركة في سنة 4 ودا دلوقتي دكتور قلب ولا دكتور اشعة واحنا الكلام اللي قلته لنا ده نشغل به فعندك اشباع تاني بره الاشباع الطبي ان انت بتسيب علامة بتسيب سيرة حجلت له احنا واحنا م LGBT ما بتنبق بالأسئلة انا اسألها بان احنا هادك بتعافhy لو � hypoth science بان احت م – معادئت الله – انت بتعافش انا اسأله بس فعلا، دا اللي كنتู نفسه بالحضرتك اصلا icion انا كنت تعايز اعرف ف seconds jeśli 2019 سوف مساعد بكلية طب وجراعات العيون طب بعين شمس كنت عايز اعرف و Sen maybedı انت معleme حضرتك موقف طريق من الطالب مثلا كان عند حضرتك طالب مثلا كان جاي من بعيد ففي حاجه منذذين كد مختلف لسه ده دكتور حبيبي جدا حد نهاردة حد من الناس الجامدة جدا في طبق راحة العنين وإن شاء الله بكرة كمان يبقى يعني أحسن مكتير شغل اسمه عشان ما أعملوش راحة سهو عارف لو متفرق فبيحكي لي من كم مرة أنا زمان كنت بخش أكتر للطلبة ومدرس في الجامعة لسهن رابع حاجة اسمها الحول فكنت بجيب لهم زي مجسمات كرة وأوريهم العضلات بتشتغل ازاي وعركة لما تشد العضلة دي العين هتروح إيه فالدكاتنا الصغرين بيبوا ساعات ايه اللي داخلوا ده داخلت عظل فدول كانوا هو الدكتور أحمد ده وزميلي قل بيه تحتاج بش فكرة لا لا ما لمبلاكس ريش أحمد منصور دكتور أحمد منصور ياريت تتوجه فعلا هو جميل جدا وأنا بحبه جدا هو اللي حكي لي قصة من قريبة ما كنتش فكرة وبيقول لي كنا بنتكلم مورا وانه من التاريق وبتاع فروحت لنديتني أنا وزميلي تعال هنا وروحت ايه فتكرنا هتزنبنا رحت مسكتنا كرة واحد مسك العضلة وشرحت لنا الفكرة المواقف زي دي بتعلم مع الناس انه وأعتقد ان هو اللي بيبقى عاوز يستفاد بياخد المعلومة حتى لو هي شكلها غريب بس هو اللي قدامك بيبقى غرض ان هو يفيدك هو الرجل يعني يبقى له النهاردة يمكن خمستاشر سنة عقصة دي يمكن أعرفش كم بس تتسمع عليه ما فيه وسايبة فيه هو أحب ان هو يبقى شغال شغلانا دي ونهاردة فعلا هو من أحسن الدكاترة في دكتور الحقيقة يعني أنا اكتكر دكتور أحمد زويل الله يرحمه لما كان في مرة في مؤتمر أعتقد مؤتمر علمي في أمريكا وطلع سبحته من جيبه ولفها كده وكان بيشبهها بالكرموسومة فطبطية المعلومة دي دي حاجة مستهلة لما أكون متشبه بالمعلومة ووصلها زي ما نقول كده بكورة أو بحاجة زي السبحة مثلا زي الدكتور زويل فدي حاجة مستهلة ودي ما بيعملهاش اللي بيحب اللي بيعمله علشان كده هو يعني مش مش حد بيقول كلامه خلاص وده فعلا الحقيقة اللي اعتبنا من حضرتك اننا بيقول دي 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 فهموا حاجات بتقصيب حضرتك للمعلومة بشكل فضيط أنا الحقيقة باشكر حضرتك جدا ولازم حكريك إن شاء الله تنورنا مرة تانية إن شاء الله واتشاربت جداً محاضرتك ومنستنى واحد من حلقة إن شاء الله يكون موجود معنا مرة تانية إن شاء الله بشكر حلقة جداً دكتور كريم مجدي شكراً لحلقة وإن شاء الله انتظرونا في حلقة جديدة ميديكا زون